المبعوث الأمريكي لليمن يقول إن الأزمة اليمنية في صلب اهتمام الإدارة الأمريكية وأن الصراع في منتصف الطريق للحل لبناني تابع لميليشي حزب الله قاسم سليماني بطل تكن بمغنية وهو طاع الكاتب سلمان رجدي نداء أهل السودان مبادرة سودانية جديدة تسعى لحكومة ذات مهمة محدودة مؤقتة رغم رفضه تسليم السلطة رئيس وزراء ليبيا المنتهي ولايته يتهم مجلسي النواب والدولة بمحاولة التمديد لأنفسهم طيب التحايا فالسلام عليكم ورحمة الله نقلت محطة سي أن بي سي عن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ قوله إن الأزمة اليمنية محور رئيس لتركيز الإدارة الأمريكية ليندر كينغ اعتبر أن إحراز تقدم في حل النزاع وتمديد الهدنة الأممية في اليمن يعود لنجاح زيارة الرئيس بايدل للسعودية الشهر الماضي ونتيجة لذلك فإن الصراع أصبح في منتصف الطريق نحو الحل بل وأكثر من النصف على حد تعبيره وهو ما لم يكن متوفرا قبل ستة أشهر وهذا يشكل فرصة وتوقيتا مناسبين لتغيير مسار الصراع وقد رحب المبعوث الأمريكي بالتعاون مع روسيا والصين لحل الأزمة اليمنية خاصة أن الأخيرة تريد تقدما في هذا الملف خلال رئاستها الحالية لمجلس الأمن وقد شدد لندر كينغ على أهمية إيجاد قواسم مشتركة مع الصين وروسيا للعمل معا من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع اليمني معي من القاهرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ محمود لعلك استمعت إذن لتصريحات لندر كينغ هل باعتقادك تجد أن الملف اليمني أو الأزمة اليمنية حظيت بتعاطي جدي من قبل الإدارة الأمريكية نعم أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين حقيقة تصريحاته وتخصيص التصريحات لشبكة أمريكية يبدو أنه موجه للداخل الأمريكي وليس للعالم العربي أو الشعب الأمريكي لأنه يتكلم على إنجازات بايدن والحقيقة أن الهدنة الأممية بدأت في أبريل الماضي أي قبل زيارة بايدن وتم تمديدها قبل وصوله إلى هناك لكنه تم تمديدها للمرة الثانية وكان هناك أخبار تقول بأنه هناك تفاوضات وطلب حوثي والجميع يريد هذه الهدنة يعني وصول الرئيس الأمريكي إلى السعودية هي تحصيل حاصل لكن التصريحات الأمريكية أو المبعوث الأمريكي هي يبدو أنها موجهة للداخل الأمريكي للناخب الأمريكي خصوصا وأن الإدارة الأمريكية الحالية تعيش أزمة عدم ثقة من قبل المواطنين بعد فشل الرئيس الأمريكي في تنفيذ كافة التعهدات والدعاية الانتخابية التي قطعها على نفسه منها مواقهة الصين ومنها مواقهة روسيا ومنها خفض البطالة الكثير هناك ولا باقي للإدارة الأمريكية هي الملف اليمني ويقول بأنه صلب الموضوع الحديث بأنه هناك تقدم أو إحراز 50% كيف يمكن كان لابد على تقييم الفترة الماضية كيف يمكن أن نبني على هذه الأخبار هو صاد محمود تمام لكن فقط للتذكير بحسب مصرح به لندر كينغ قال ما كان ليقول ذلك قبل ستة أشهر هو بذلك يستند على موضوع الهدنة ويقول أنه الوضع أفضل 50% هل يبالغ تماماً أم أنه يروي حقيقة مخالفة لما يحصل على الأرض؟ لا هو مبالغ ومخالفة لما يحصل في الأرض يعني مثلاً لنتحدث عن الهدنة الأممية طيب هناك تقريباً خمسة أشهر وبضعة أيام من بدء تنفيذ الهدنة ما الذي تحقق منها؟ يعني كان الحوثيين هم المستفيدين الأكثر بينما الشعب اليمني والمجلس الرئاسي لم يستفيد من هذه الهدنة هناك الآن يومياً يتم التحشيد من قبل الحوثيين يومياً عروض عسكرية تحركات كبيرة من قبل الممثلين الحوثيين في عدداً من الدول الدولية والشرقية وحتى آخرهم كانت رسالة زيارة ممثلية الحوثي إلى روسيا وإن روسيا قاء بتهديدات كبيرة يتحدث عنها بأنه لن يمدد الهدنة ولن يقبل الهدنة وبأن الشركات النفطية محل استهداف وما لم يتم تنفيذ لهم شروط إضافية جديدة يعني هو يتحدث عن الشروط الخاصة به بينما لم يتحدث عن الالتزام إحدى المقاربات أستاذ محمود بأن هذا النشاط الأمريكي الآن مدفوع بإثبات صحة النظرية الأمريكية في وقتها عندما لم تدرج ميليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب الأمريكية إلى أي مدى يبدو هذا التقارب واقعيا نعم في البداية دعني فقط أذكر بأن الإدارة الأمريكية تريد أن تقول بأن عندما أزالت الميليشيات الحوثية وأن الكثير من المحللين والمراقبين والباحثين وكذلك الشعب اليمني قالوا بأن تلك أعطت الميليشيات الحوثية إزاحة الإدارة الأمريكية من قائمة الإرهاب أعطت الميليشيات الحوثية ضوءا أخضر للاستمرار في الحرب تريد الولايات المتحدة ربما أن تثبت بأن ذلك عكس عكس ما يقوله الآخرين لكنها في الجهة المقابل تريد أن تمنح إدارة الرئيس الأمريكي قوة انتخابية للانتخابات النصفية التجديدية القادمة ربما هناك انخفاض في شعبية الرئيس بيدن وهي تقول بأن هذه إحدى الملفات استطعنا وأن إزاحة الحوثين من قائمة المنظمات الإرهابية كان هو هدفا رئيسيا لنا وأن نحن استطعنا من خلال ذلك فرض هدنة ومن ثم إحلال السلام لكن الآن صحيح أن نحن شعب اليمني إذا سمحت لي يعني إذا سمحت لي أيضا بحسب حديث تندر كينغ تحدث عن الدور الروسي والصيني وأن يكون هذا الملف بالفعل هو مجال لحراك بكين وموسكو ما الذي يمكن أن يقدمه البلدان بالحديث عن روسيا والصين في الملف اليمني هنا حقيقة الدور الروسي متقلب دعم القرار الأممي الأخير الذي صنف الحوثي جماعة إرهابية وبعد ذلك استقبل مؤثلي الحوثي غير واضح الدور الروسي هو متذبذب ويبدو أنه لديه مصالح ويريد أن تكون الحوثيين ربما ورقة معهم في اللعب مع المنطقة وأما الدور الصيني هو متوازن لا مع الحكومة الشرعية ولا مع الحوثيين وهو يلعب على قائمة المصالح الاقتصادية والتجارية لذلك أنا أرى بأن الموقف الروسي والموقف الصيني ليس لهم تأثير على الأزمة في اليمن ولكن الأهم في ذلك هو الدور البريطاني والدور الأمريكي ومن ثم ذلك هو ما سيقوم به اليمنيون في فرض آراءهم وفي فرض السلام في اليمن بالطريقتين لكنه تحدث عن قواسل مشتركة يا أستاذ محمود ليندر كينغ تحدث عن لربما المصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا هو ربما يشير إلى رئاسة الصين لمجلس الآن بأنها ستستطيع أن تحرك ذلك هو رسائل إشارات واضحة ربما للصين أما لروسيا أيضا هناك رسائل الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقى متواصلة خصوصا وأن هناك علاقات متوترة جدا بين الصين وكذلك الروسيا مع الولايات المتحدة الأمريكية ما يقوله ليندر كينغ هي رسائل لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع إذن من القاهرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر شكرا جزيلا لك منذ أكثر من أسبوع انتهاكات كبيرة تمارسها ميليشيات الحوثي بحق أهالي قرية العرى التي تحاصرها بمدرية همدان التابعة لمحافظة صنعاء منظمة شهود الحقوقية نقلت عن مصادر محلية أن ما لا يقل عن ستة أشخاص أصيبوا الخميس خلال فض عناصر الميليشيات اعتصاما سلميا لأهالي القرية وذلك احتجاجا على مصادرة الميليشيا قطعة أرض تزيد مساحتها على 66 ألف متى مربع لصالح ما يسمى بمؤسسة الشهداء وقد استخدمت الميليشيات الرصاصة الحية والغازة المسيلة للدموع لفض الاعتصامة فيما اختطفت 15 شخصا من أهالي القرية ونهبت 8 سيارات وتعود بداية الأحداث في القرية إلى شهر أغسطس من العام الماضي عندما استولت الميليشيات الحوثية بالسلاح على قطعة الأرض ليرفع الأهالي دعوة قضائية ضد الحوثيين أمام محكمة همدان التي قضت ببطلان الإجراءات الحوثية التعصفية وبإلزام المؤسسة برفع اليد عن الأرض لكونها ملكية خاصة للمنفعة العامة لصالح القرية وهو ما قد رفضته الميليشيات التي تسعى للسيطرة على مناطق واسعة في المديرية في سياق آخر كشفت مصادر يمانية مخططا حوثيا يستهدف الألاف من المتسورين لتجنيدهم واستقطابهم قبل إرسالهم للجبهات وضحت المصادر لوكالة خبر أن ميليشيات الحوثي تعتزم شن حملات ميدانية مسلحة لاستقطاب الفقراء أفادت المصادر أيضا بأن الميليشيات بدأت باستهداف جموع المتسورين في صنعاء تمهيدا لإطلاق المراحل الأخرى في بقية مناطق سيطرة الحوثي ورجحت المصادر أن الميليشيات سوف تخضع المتسورين المحتجزين لدورات طائفية وعسكرية مكثفة قبل الزج بهم على الجبهات وقد سبق أن نفذ الحوثي في أبريل من العام الماضي حملات ميدانية لتسجيل بيانات وأسماء المتسولين كما سبق أن وجه عبد الملك الحوثي ميليشياته بتنفيذ مخطط مشابه استهدف فئة المهمشين وكشفت دراسة شملت ثماني محافظات عن أن العدد الكلية للمتسولين في صنعاء يقدر بنحو ثلاثين ألف طفل وطفلة اضطر لمعايشة أوضاع اقتصادية صعبة بسبب الانقلاب الحوثي قال الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي إن واشنطن لم تتفاوض بشأن أي تغيير في طريقة تطبيق العقوبات غير المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران واصفاً أي تقرير يخالف ذلك بأنه خاطئ تماماً وقبل تصريحات مالي أفادت صحيفة بوليتيكو بشأن مقترح الاتحاد الأوروبي الذي اطلعت على مقتطفات منه أنه سيقلل العقوبات الأمريكية ضد الحرس الثوري الإيراني ويمهد الطريقة لمنع المزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها وفقاً لتقرير بوليتيكو يسمح للمواطنين غير الأمريكيين بالتعامل مع الشركات الإيرانية التي لديها تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني شريطة أن لا تكون هذه الشركات الإيرانية مدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية وقد قال دبلوماسي مطلع لبوليتيكو أن اقتراح الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى السماح للشركات الأوروبية بالعمل على نطاق واسع في إيران يسمح أيضاً للحرس الثوري الإيراني بمواصلة أنشطته من خلال شركات وهمية وبحسب تقرير بوليتيكو فإن النص المقترحة للاتحاد الأوروبي ينص على أنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا مراقبة أداء إيران في حل الخلافات المتبقية حتى تاريخ تنفيذ الاتفاق المحتمل ربطت إيران حادث طعن الروائي البريطاني الهندي الأصل سلمان رجدي ربطته بملف المفاوضات النووية إذ أبدأ مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني محمد مراندي استغرابه من تزامن الهجوم مع قرب إحياء الاتفاق النووي وإحباط واشنطن لمحاولة اغتيال كانت تستهدف مستشار الأمن القومي السابق جون بولتن وفق قوله المستشار النووي الإيراني هاجم الكاتب قائلاً إنه ينشر الكراهية على حد وصفه مستغرباً من تزامن حادثتي رجدي وبولتن مع مقال إنه اقتراب طهران من التوصل إلى صفقة نووية لكن اللافتة كان أن صحيفة كيهان المقربة من مرشد إيران هنأت الرجل الذي طعن الكاتب البريطاني سلمان رجدي في ولاية نيويورك الذي صدرت بحقه فتوى منذ أكثر من ثلاثين عاماً إذ هدر الخميني دمه ووصفت الصحيفة الرجل الذي قام بطعن الكاتب بشجاعة وبتلبية نداء الواجب أما صحيفة إيران اليومية الرسمية فقالت إن رقبة الشيطان ضريبت بشفرة حلاقة في وصف لما تعرض له الكاتب ترجمة نانسي قنقر تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم لزعيم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله وهو يتأسف على عدم تنفيذ قرار الخميني بقتل الكاتب سلمان رجدي وذكرت وسائل أعلام اللبنانية أن المدعوة هادي مطر الذي طعن رجدي هو من مناصرية حزب الله وتعود جذوره إلى بلدة في الجنوب اللبناني مع قل الميليشيا لو قام مسلم ونفذ فتوى الإمام الخميني بالموتاد سلمان وشدي معي من بيروت وعبر الهاتف الكاتب الصحفية سناء الجاك أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ سناء بداية هذه الظاهرة ليست جديدة في مضمونها حين يتم الحديث عن الطعن لشخصيات تتبنى أفكارا دينية أو سياسية معارضة مرحبا نعم معك فضل طبعا هي ليست المرة الأولى ولأن سلمان رجدي في الولايات المتحدة ربما ستعمل السلاح الأبيض لقتله نتيجة آرائه وكتبه وكتابه الشهير آيات شيطانية لكن تاريخ هذه الجماعات وخصوصا حزب الله حافل بالاغتيالات والتصفيات الزموية لأشكال أكثر عنصا حتى من هنا لا استغراب في أن تسمى تصفية أحد من يخنفوا حزب الله معارض لوجهة نظرنا لكن أن تنتد الفتوى لمدة ثلاثين عاما ثم يصار إلى تصفية الرجل على يدي شخص يبلغ 24 عاما تلك هي المقارقة التي يجب التوقف عندها طيب الربط يا أستاذ سناء بين مثل هكذا يعني ممارسات أو لنقل هكذا عمليات طعن وما إلى ذلك وتسييسها وبالتالي ربطها بميليشيا حزب الله التي كانت قد صرحت سابقا وعلى لسان أمينها نصر الله بوجوب أو الدعوة إلى تنفيذ فتوى الخميني هنا لا أدري إذا كان ليس متسرعا أمر هذا الربط نحن نعرف أن من يدرب ليقوم بمسل هذه العملية لن يخصح من دربه بالتأكيد ولكن يمكن القول قرأت اليوم شيئا ما أن الرجل تصرف لمفرده أنه لم يتلقى تدريبا ولم يكلف بمهمة هذا الاغتيال الذي قام به ولكن يبقى من المبكر الاستنتاج إذا كان هناك تدريب له وإعداد له منذ فترة أو أن الأمر جاء بناء على غسيل دماغ متواصل شحن نكسي انطلاقا من الإديولوجيا التي يؤمن بها حزب الله ومن فتوى الخميني وتحديث الخميني وما إلى ذلك بالتالي لا يزال مبكرا الحديث عن أن حزب الله هو المسؤول مباشر لكن بالتأكيد أن الفكر الخميني هو مسؤول عن هذا الأمد التكثير الآخر وهذا الدمان هو المسؤول عن مثل هذه الجرام التي تحصل أينما كان في العالم والذي حصل ليس لهدى السياسي كمان الصيالات في لبنان الذي حصل هو فعلا هو تصفية من لا يعجبهم حتى وجوده وما يطرحه من أذكار هنا خطر هذه المسألة تصفية كل من لا يكون مثلنا رفض الآخر رفض الهاتف رفض الآخر حتى لو كانت من دون آداد وتخطيط تبقى خطير هذه المسألة طيب إذن شكرا جزيلا من بيروت عبر الهاتف الكاتبة الصحفية سناء الجاك الآن ننشر فيما يلي اعترافات خلية حوثية هربت الأسلحة من بندر عباس في إيران إلى الحديدة في اليمن اسمي إبراهيم حمر حسن أقد من أبناء كرية أبو زهر من ديرية الخوخة حافظة الحديدة تم استقطابي عبر صديقي عبدالله علي عمر يوسف حساني بتهريب السلاح تسترل تبع عليها الحالي وفي ذا العمل تهريب السلاح وعلي حالي تبع الحوثيين صلبي أمو المرة طلعي إلى الشحر ومن الشحر خرقني إلى البحر أنا ومصطفى وحمد أخي وعاصم وعبدالله حنقله انتقلنا من الشحر إلى فوق عومان حصلني صنبوق إيراني بينه ثلاثين انفار استلمني منهم السلاح وحملناه ومشينا إلى فوق بربرة لما فوق بربرة أقلوا قلبتين تبع الحاكم أننا عارفون ش أسامهم أعطيناهم السامان وحن نتحرك تعطل الصنبوق أبينه يومين نحافظ في المكين وصلحه في الممى صالحات ندخلنا إلى باب المندب قرية جنب باب المندب قلنا فيها شهر ونص أو شهرين معطلين ثم أقلنا من البلاد وصلحنا من البلاد من أبو زهر حي سالم بور محمد كشموع وسامح في صنبوق ثاني أعطروا الصنبوق المعطل الذي فيه نحن ومشينا إلى الشهر قلنا نصلح الصنبوق الشهر وحولونا معه سالم تحركنا من الشهر إلى فوق عومان حتى نستلم وتعطلنا وتعطل الصنبوق الثاني قلنا حوالي عشر أيام أو خمست عشر يوم معطلين وما أقل عبدالله علي في صنبوق ثاني طلعنا حولونا مع هنو سامح طلعنا معه تحولنا مع عبدالله علي ون نتعطلنا من أبو سامح وحولنا مع عبدالله علي لكن الفوق عبدالله علي وقلنا لوجد معه سامح بين który صنبوق ثاني نعطلنا قالوا لنا فقه عوامان فقه عوامان فقه عوامان فقه عوامان مشينا مشينا لما جاءت صاغ على عبدالله يدخل الإيران دخلنا إيران استقبلنا نفرين واحد فيهم ما يتكلمش عربي واحد فيهم يتكلم حبي حبي عربي ودخلوا لنا في بيت وكانوا يشرفوا على دولان الأكل أثنين يمنيين ما يتكلمش معانا ولا شيء قالوا لنا اللي تشتوه سقلوه بس ونحن قالسين فوق وهم تحت اثنين ما يخلوهم شلاح يتكلم معانا خرقنا من إيران معانا السلاح لمانا فقه عوامان واجهنا حي سالم بر هو البحارة حقه عطناهم السلاح وتحركنا حني إلى فوق الغيضة وخرقنا إلى البلاد روحنا البلاد قسيت شهر أو شهر ونص في البلاد مريح وعودت صلبي عبدالله علي وطلعت المكلة استقبلنا في المكلة وطلعتنا وهل الغيضة خرقنا من الغيضة في القلبتين واستلمني السلاح من فوق عوامان من الصنبوغ وارقعنا في وق الغيضة فلنا السلاح إلى الغيضة البر استلموا من نحن ناس حضارة ممكن ما يتكلم معانا قد صلبي عبدالله علي تواصل معهم وارقعنا ثاني ليلة في البحر ثاني يوم عبد تحركنا استلمني السلاح وارقعنا وسلمني هذا البر وارقعنا إلى الغيضة ونزلنا الغيضة وحوالنا مع صنبوغ من الغيضة إلى الشهر طلعنا في صنبوغ وقارقنا استلمني السماد ليس سلاح من عند فاضل تحركنا إلى فوق بربرة نعني الصومة الفوق بربرة واستلمون عندنا لا أحد أقع أو اليوم ثاني يوم ونحن نستنى بما أحد أقع بعدين قالوا ندخلوها إلى البر وين قالوا ندخلوا على الإحداثيات يتواصل معهم عبدالله علي خرقنا إما قبل عارة تحت العارة موصلني هناك أقع في بر سلمناها السماد وتوقع هنا البربرة قسنا بربرة حوالي شهر أو عشرين يوم كذب على عمل وردين عماني ديزل وبترول خرقنا خرقنا جن استلم السلاح منها وردنا سنبق سعودين عمان محصلنا سعودين عمان قسنا حوالي عشر أيام وخمسة عشر يوم صابي وأكفين بلا عمل نستنى أي واحد رقعتوا تصلوا بني ورحنا استلمنا السلاح من إيراني سنبق إيراني وشلنا السلاح ورحنا إلى فوق الغيظة من فوق الغيظة أقعوا قلبتين وسلمنا السامان ورقعنا وروحت البلاد وبعدما خرقنا إلى البلاد أتزوقت بعدما أتزوقت بحوالي شهرين أو شهرين أو شوية أتصل بي عبدالله علن أطلع إلى الغيظة وطلعت أنا وهنا الغيظة من المكلة وقالس المكلة كان لما الغيظة حصلنا قلبتين طلعنا فيهم أنا وعبدالله علن محمد علي بكر وعبده صالح في قلبه والقلب الثاني فاضل وأصحابه والله ما مش عارف لهم توقعني إلى فوق بلحاف حصلني صنبو بينه عبدالكريم ثابت وعاصم بر وسليمان داود والحق قاسم علن أعطونا السامان السلاح يعني مرتين نزلناه إلى البر وبعدها خلاص أنا روحت للبلد بعدها مرة وأنا مسافر آخر مرة ثم قبض علي من النقطة وأنا مسافر وناشد عبد الملك الحوثي وناشد علي هالحالي وناشد لقنت الأسراء أن يتابعوا بعدين لأن أنا اشتغلت معاهم في أخطر عمال تهريب السلاح واللي ما اشتغلش معاهم زي الناس خرقوه فأنا اللي اشتغلني معاهم في أخطر الأماكن وسابني برواحاني ما حتسأل عننا حني ولا تابعوا بعد حني أرجو منهم أن يتابعوا بعدين ويضموا حني إلى الأسراء اسمي مصطفى أحمل عوق داي من قرية أبو زار مديرية الخوخة ومحافظة الحديدة دخلنا في 2018 اشتغلنا في تهريب السلاح مع الحوثيين عن طريقة عاصم بر وعليح الحجم أول مرة رحنا طلعنا إلى الشحر وتحرقنا من الشحر إلى البحر إلى فوق عمان يمكن أو وصلقنا هناك صنبوك لعدنا السلاح وحن نوصل إلى اليمن على سواحل اليمن سنة شكرة وعرقة والمهرة ومشيناه إلى فوق بربراء وأجن قلبة صغار أعطيناهم الشحنة ورجعنا ورجعنا ندخلنا في العارة وتعطر الصنبوك ورجعنا للشحر قلسنا هناك ورجعنا خارقنا الشحنة الأمولة أنا وفاضل وعاصم وعبد الله قضيبي وحمد عمال عقد وبراء عمال عقد الشحنة الثانية أنا وفاضل بر وحمد سالم معطري وحمد أحمد قاسم وعبدون عمان حنجلة وتحرقنا إلى فوق الصومات وأخذنا الحملة إلى فوق بربراء وسلمنا هناك جلبات أيين جلبات نفس الطريقة هذه والشحنة الثالثة حملت ونزلنا بجلبة صغيرة مسكنا الأسطول مسكنا الأسطول وسلمنا عدن في 2018 وسلمنا عدن وسلمنا عدن ومشتجنت في عدن حتى أخرج بعد أن أخرجنا السيد أذهب إلى هناك وعطينا فلوس قررها البحر كان يعطينا على كل الحملة مليون وخمسمائة ذهبنا إلى الصومال مرة الأخيرة ذهبنا على لكي نستلم أسلحة بالرغة ومعننا أسلحة ونزلنا هنا ونزلنا ونزلنا بعد أن حصل لتأخر لم يأتي الأسطول لأنه ملاك بالعنصة ونزلنا في السماء حوالي شهرين عدنا إلى الشهر ونزلنا في الشهر ونزلنا إلى البلاد فنزلنا وعدنا فلترس في 4 أو 5 يوم قال تعالوا ونصرنا إلى وليسوا ونزلنا ومحمد عبده وينطقشان وهببنا دورة 15 يوم دورة ثقافية للصليف في مزارح حكمنجا استلمنا هنا كعليح الحليق وحياة جنية المشرب بعد الدورة 15 يوم رجعنا روحنا البلد جلسنا في البلد بعدين كنا مسافرين إلى البحر بعدين مسكونا في النقطة قابونا له ناشد عبد المعيث الحوثي وعليح الحليق ومجاهد الحليق وحياة جنية أن يضموا سامنا في كشوفة الأسراء لقد قمنا بتهريب السلاح في أخطر عمل قمنا بالنقل السلاح من أقالي من عمان إلى اليمن ولم يطالبوا بعدنا لأننا مجدلين في السجون ولا يتبعوا بعدنا ولا يضمونا في الأسراء نسمى حمى عبد الفتيني قليل من قرية أبوزار محافظة الحديدة أنا بكت مع الحوثي سرت معهم كنت الشهر واتصل بعبد الكريم صليل قليش استكمالا إذن لهذه الساعة الإخبارية انطلقت صباح اليوم في الخرطوم المائدة المستديرة لمبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني التي تعد أحدث مبادرة لحلحلة الأوضاع المتأزمة رئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة قال إن المؤتمر سيفضي إلى تشكيل حكومة ذات مهمة محدودة تعنى بتوفير الأمن وتحقيق السلام إلى جانب التحضير للانتخابات وأكد أن الهدف من المؤتمر هو الوصول إلى وفاق وطني يؤسس لفترة انتقالية مستقرة ويضع نهاية لأزمة طال أمدها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وعلى همش الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المائدة المستديرة لمبادرة نداء أهل السودان شدد رئيس حزب الأمة بارك الفاضل على أهمية توافق القوى السياسية على معادلة تلبي مطالب الشارع لحين الوصول إلى حكومة منتخبة وأضاف أن أحزابا صغيرة هي من بدأت باستثارة الشارع ضد الجيش بعد اختلال شراكتها معه وأشار إلى أن مقصد الفتنة ليس الحكم المدني وإنما حكم مجموعات ناشطة ترغب في الحكم المطلق من جانبه قال أتجاني السيسي رئيس تحالف الحراك الوطني إن الأزمة الحالية أزمة وطنية وينبغي أن يكون حلها بيد أبنائها وأكد أن الديمقراطية لا تتأتى إلا بالانتخابات معي من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز أستاذ أشرف أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث كما تعلم هذه المبادرة هي أحدث المبادرات لكنها ليست الوحيدة وكانت هناك الكثير من المبادرات التي ارتأت تجسيد حلول سلمية والوصول لحالة من الديمقراطية بماذا تختلف عن سابقاتها؟ تختلف عن سابقاتها باعتبار أنها يستفاف جمع كل أنصار النظام البائد في مبادرة واحدة بمعنى أنه موقف جديد معلن لكيان جديد يضم كل أنصار النظام البائد وإلتف حوله حزب المؤتمر الوطني المحلول وبالتالي هي هذه أول مبادرة من نوعها في السابق كانت المبادرات دائما تكون هي مطروحة في إطار قوة السورة التي كان لها دور كبير في إسقاط نظام المخلوع عمر البشير ولكن هذه المرة كانت المفارغة في أن الذين يجتمعوا واصطفوا حول الشيخ الطيب الجيتهم أنصار النظام البائد وكذلك حزب المؤتمر الوطني وهذا قد لا يحتاج إلى سبري أغوار لأن الوجوه واضحة ولأن الكيانات المشاركة أيضا معروفة ومعلومة لدى الشعب السوداني لكن طرح الشيخ الخليفة الطيب بهذه المسألة ما قراءته بالنسبة إليكم ربما يكون في إطار الشكل هو مقبول بالتأكد في إطار أنها مبادرة تزعى لجمع الوفاق الوطني ولكن في إطار الأهلية ليس هذا ممكن باعتبار أن الشيخ نفسه هو أحد أعضاء الحركة الإسلامية السابقين أو الحاليين حتى الآن وأيضا لديه ارتباطات وثيقة بحزب المؤتمر الوطني المحلول وبالتالي هذا لن يجعل هناك إجماعا وإصطفافا من كل الغوة السودانية خاصة الغوة التي شاركت في سورة ديسمبر المجيدة في أن تلتفحوا لهذه المبادرة وبالتالي هي تفتغر للأهلية وهي تصهب طوال وتحاول القفز في اتجاه تأسيس حكومة ذات مهام محدودة وهذا لا ينبغي له أن يكون لأن الوسيقى الدستورية التي تم الاعتماد عليها حتى في غرارات المرآن الأقيرة في الخامس والعشرين من أكتوبر هي قطعت وسمت ما هي الغوة التي يحق لها ذلك وهذه القوة بالتأكيد هي من القوة المبعدة في قلال الفترة الانتقالية لكن ألم يطرح يعني يا أستاذ أشرف ألم يطرح المكون العسكري ويجعل الكرة في ملعب المكون المداني للاتفاق على خارطة الطريق ولرسم ملامح المرحلة المقبلة وربما فشل المكون المدني في التوحد أو التفاف حول وجهة نظر أو رؤية موحدة ولو قلنا نقوم بتقسيم المكون المدني ممكن أن نجد أنه ربما يشمل أربع مكونات أساسية هناك هو الحرية والتغيير المجلس المركزي وهو الحرية والتغيير التوافق الوطني أيضا هناك هو التغيير الجزري وكذلك في النهاية هناك المكون الأقير الذي يتبلور الآن في مبادرة الشيخ الطيب الجد إذن هناك أربع مكونات هي الأصبحت الآن هي الواقع المكون المدني سلاسة منه لم يكونوا مشاركين اليوم فبالتالي إذا كانت هناك أي مباركة من غبل المكون العسكري لهذا الجانب هذا يعني أنه لم يلتزم الحياة وربما يتهم بأن ما تم اليوم هو صنيع منه حتى يستطيع أن يستحوز على السلطة بشكل أكبر ويمضي فيها إلى الأمام حل الوحيد في أن تعود الآلية السلاسية مرة أخرى خاصة وأن فيها ضامن هو المجتمع الدولي حتى تجلس كل الأطراف بالتساوي ويسمى يتم التفاوض ويتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة القادمة طيب هناك أيضا حديث إذا كنت قد سمعت به على لسان آركم ناوي حين قال أنه هناك تواصل مع الحرية والتغيير المجلس العسكري وكأنه يطرح وجهة نظر أو رؤية من شأنها عدم استبعاد باقي الفرقاء السياسيين هو واضح أن هناك تغاربا بدأ من حيث اللغاء الأول الذي دعت إليه قوة الحرية والتغيير الميثاغ الوطني إلى قوة الحرية والتغيير المجلس المركزي خاصة وأن تبعاد الشقاء كان كبيرا بعد أن أيدت قوة الحرية والتغيير التوافق الوطني قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر الانقلابية هذا اللغاء الأول بالتأكيد ما هذا لتفاوض جديد وتحاور بين قوة الحرية والتغيير وربما قد يفضي إلى تغارب كبير بينهما خاصة وأن قوة الحرية والتغيير الميثاغ الوطني أو قوة الحرية والتغيير المجلس المركزي ترفض كلها جميعا هذه المبادرة الجديدة باعتبار أنها تمثل أوجه النظام القديم ولا علاقة لها بالثورة السودانية وبالتالي أن تكون هي خارج العملية السياسية الآن ليس محل إخصاء وإنما هذا ما أكدت عليه الوثيقة الدستورية التي احتكم بها المرهان حتى الآن طيب أقل من دقيقة سيد أشرف الحديث عن الوصول إلى الانتخابات وحكومة بمهام محددة هذه أهداف قد تبدو سامية لانتشال الموقف اليوم لما لا يتم توافق حولها مقابل ضمانات معينة مثلا وإذا أخذنا بالحزبان أن إذا كانت هذه القوة هي التي ستحدث ذلك فبالتأكيد لن تكون ضامنا لذلك لأن هذه القوة هي محل شكوك ومضان لدى كثير من السودانين خاصة الشباب الذين ما زالوا يخرجون في مواكبهم وهم يمثلون 65% من التعداد السبكاني مع عدد الطرغة الصوفية أو الإدارات الأهلية هي التي تتحكم في الرأي العام السوداني والتي تؤثر على الجماهير المؤسرة على واقع العملية السياسية السودانية هذا هو نهج قديم كان قد اختطه الأخوان من قبل في الجفة الإسلامية القومية ويحاولون الآن إعادة الكرة مرة أخرى للتعامل مع هذه الطريقة باعتبار أنها يمكن أن تدر العاطفة في وسط الجماهير شكرا جزيلا من الخرطوم رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز يعطيك العافية مع استمرار الأزمة السياسية في العراق ولجوء أطرافها للضغط عبر الشارع لتنفيذ مطالبها أعرب الحزب الديمقراطي الكردستاني عن قلقه البالغ إزاء الأزمة مطالبا جميع القيادات بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية لإنقاذ الوطن ودع الحزب الديمقراطي الكردستاني جميع الأطراف إلى حوار بناء لاتخاذ الخطوات الضرورية بهدف إصلاح الوضع وفق السياقات الدستورية ومخرجات الحوار البناء أضاف أنه يمكن الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة يتعهد جميع المشاركين فيها بشكل مسبق بقبول النتائج النهائية حتى لا تتكرر تجربة الانتخابات الماضية في الأثناء وبعد تظاهرات الأمس أفاد مراسل الحدث بأن بوابات المنطقة الخضراء تشهد اعتصامات لأنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي حيث يعتصم أنصار الإطار التنسيقي على الأسوار الخارجية للمنطقة الخضراء عند بوابة الجسر المعلق مطالبين بإخلاء مبنى البرلمان وبتشكيل حكومة توافقية تتزامن هذه الاحتجاجات مع دخول اعتصام أنصار التيار الصدري في محيط مبنى البرلمان أسبوعه الثالث مطالبين بحل البرلمان وبانتخابات مبكرة وكان الصدر قد أنهل القضاء العراقية عشرة أيام تنتهي مع نهاية الأسبوع الحالي للتدخل في حل البرلمان أفاد موقع بغداد اليوم العراقي مساء الجمعة بأن مفاوضات يجريها الإطار التنسيقي الموالي لإيران لعقد جلسة لمجلس النواب خارج مقره حيث يعتصم أنصار التيار الصدري مطالبين بحله وبإجراء انتخابات مبكرة القيادي في الإطار تركي الاعتبي قال إن كل القوى السياسية تدرك بأن تعطيل جلسات مجلس النواب لا يخدم المصلحة العامة العراقية في ظل وجود عشرات القوانين التي تحتاج إلى تصويت وفق تعبيره كشف المعارض الكردي إبراهيم برو عضو العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي لصحيفة الشرق الأوسط عن وجود محاولات لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة إضافة إلى تعاون وتنسيق استخباري بينهما واعتبر أن الشعب السوري عامة والمعارضة والأكراد خاصة سيكونون خاسرين من ذلك الأمر لافتا إلى أن الولايات المتحدة غضت الطرفة عما يحصل في سوريا رغم انتشار قواتها هناك كما كشف أيضا عن أن واشنطن أبلغت مسؤولي المجلس الكردي وقادت قوات سوريا الديمقراطية لن تقف في مواجهة تركيا وسوف تكتفي بفرض بعض العقوبات الاقتصادية على أنقرة في حال شنت عمليتها العسكرية التي تهدد بها وقد أوضح أن مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في خطر حقيقي معتبرا أن المقايضات التي تحدث ستؤدي إما إلى عودة النظام أو إلى تلك المناطق أو إلى دخول تركيا إليها استكمالا بالتأكيد لملامح هذا المشهد وكل الظروف الملائمة في هذا الموضوع يبدو أن الظروف قد باتت مواتية أكثر لانتقال الرئيسين السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان من مباركة اللقاءات الأمنية في موسكو وطهران إلى تطبيع سياسي بين البلدين هذا إذن ما رأته صحيفة الشرق الأوسط في تحليلها مضيفة أن الرئيسة الروسية فلاديمير بوتين حث نظيره التركي قبل أيام في سوتي على الاتصال بالأسد قبل ذلك عقدت عدة لقاءات أمنية سورية تركية بهدف تطوير اتفاق أضنى والتعاون الأمني ضد الأكراد بوتين إذن يشجع هذه الخطوة لأنها تضعف من قوات سوريا الديمقراطية الحليفة لأمريكا وهي الدولة التي تحارب روسيا في أوكرانيا كما أن الأمر يعزز الدور الروسي في سوريا بتحييد الدور التركي الداعم للمعارضة السورية وتعطي شرعية للنظام وتطوي صفحة أساسية من سيرة العقد الأخيرة أردوغان من جهته يريد تحييد ملف اللاجئين السوريين وسحبه من تداول المعارضة إضافة لتوجيه ضربة لأكراد سوريا قبل الانتخابات المقبلة وهو لا يمانع أيضا بالتنسيق الأمني والسياسي مع دمشق لإبعادها عن الأكراد لكن خطوة كهذه لن تكون سهلة عليه بعدما رفع سقف مواقفه إضافة لدعمه للمعارضة في السنوات الأخيرة لكن تلك الخطوة تتناقض مع رغبة الأسد الذي لا يريد فترة رئاسية جديدة لأردوغان أما إيران فتريد إضعاف حلفاء أمريكا ولا تريد توغلات تركية إلا أنها تتفق مع أنقرة في رفض الكيانات الكردية لكن لإيران أيضا منافسات مع تركيا وروسيا في سوريا وغيرها إذن للمزيد انضم إلي من إسطنبول المحلل السياسي التركي أوكتاي يلمز أهلا ومرحبا بحضرتك أستاذ أوكتاي يعني كيف تبرر بداية هذا التقارب بين تركيا وروسيا عقب قمتين عقدتا الأولى في طهران والثانية في سوتي تحية طيبة مساء الخير لعلك تقصد التقارب بين تركيا والسوريا أو بين تركيا والنظام نعم النظام وأردوغان لكن رغم كل هذه الشائعات لا يوجد هناك تقارب حقيقي ملموس واضح بين تركيا وبين النظام أو الحكومة السورية صحيح هناك لقاءات استخبارية وربما تنصيق أمني إلى حد ما ولكن هذا الأمر ليس جديدا هذا من جهة من جهة الأخرى كذلك صحيح أن الجانب الروسي يحث دائما للتواصل مع النظام عندما تكون هناك أي مشكلة أو يريد تقاربا تركيا سوريا لكن حتى الآن لم تغير تركيا سياستها يعني الذي تحدث بالكلمات عن مصالحة لو تخلينا أكمل السؤال إذا سمحت لي أقول تصريحات وزير الخارجية التركي تحدث فيها أنه ربما الوقت خدحان إلى مصالحة في إشارة إلى النظام السوري والمعارضة نعم صحيح استمعت إلى هذا الخطاب واستغربت كل هذه التاجيج وما إلى ذلك أو الإثارة والتحريض ضد تركيا أولا ماذا قال وزير الخارجية تركيا تريد المصالحة بين النظام وبين المعارضة وهذا هو موقف التركيا منذ البداية في بداية الأزمة السورية أصرت تركيا وكانت العلاقات جيدة جدا مع الحكومة السورية في تلك الفترة على الحل السياسي ولكن مع تبني النظام بشكل قاطع النهج الأمني والعنف تركيا اتخذت موقفا ضد النظام وطعمت المعارضة السورية مثل ما فعلت المجتمع الدولي أو معظم دول العالم ولكن تركيا مصرة منذ البداية حتى اليوم على ضرورة الحل السياسي ولذلك تركيا دعمت مسار جنيف وجزء مؤثر كان في هذا المسار كذلك تركيا جزء مؤثر في مسار آسطانة كل هذه المسارات لأجل تحقيق المصالحة بين النظام والمعارضة بدون المصالحة كيف يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا يعني دعمت تركيا للمعارضة لا يعني أنها لا تريد حل سريعا أستمر الوقت أن أستمر لأستاذ أكتاعي لأنه معنا أيضا ضيف من موسكو المحل السياسي الروسي إفغيني سيدروف سيد سيدروف ما مصلحة روسيا في تجسيد هذا التقارب اليوم بين سوريا أو بين النظام السوري وأردوغان نعم تحية لك وليساد المشاهدين وليديكم الكريم مصلحة روسيا هنا ببساطة شديدة هي أنها تسعى لكي يكون هناك نوع من المصالحة بين النظام السوري وأردوغان لكون روسيا تريد تجنب أي عملية عسكرية من قبل تركيا في الشمال السوري لأنه في حالة ما حدثت هذه العملية وشنت تركيا الهجوم على نطاق واسع فهذا الأمر سوف يزعجع الوضع ليس فقط في منطقة شمال السورية وإنما ربما في بقية أجزاء سوريا وهذا ما ربما لا يتناسب مع المخططات الروسية حيث أن موسكو الآن تركز جهودها أساسا على الجبل الأوكرانية في العملية العسكرية التي تأخذها منذ حوالي ستة شهور أو نصف سنة وبالتالي أي زعزاء للاستقرار في سوريا سوف تتطلب من موسكو مشاركة المزيد من قواتها ووحداتها العسكرية في سوريا وبما أن أوكرانيا هي الآن تشغل بالموسكو بشكل أساسي فإن مثل هذا السيناريو ليس لمصلحة روسيا تماما سيد سيدروف في لقاء سابق كانت هناك مغازلة ربما من قبل الجانب الروسي لتركيا على حساب الأكراد حين قالت أنها تتفهم التهديدات أو المخاوف التركية في الشمال السوري لا روسيا كانت دائما تقول ليس هذا التصريح هو بالجديد يعني روسيا دائما كانت تقول أن تتفهم المصالح الأمنية والقلق الأمني من قبل تركيا ولكنها ضد أي تسايد أو ضد خطوات تؤدي إلى تسايد الوضع والتوتر في هذه المنطقة وهذا الأمر يعني يدفع روسيا إلى المزيد من الجهود لكي يتحقق التطبيع في العلاقات التركية السورية أولا ولكي يكون بالإمكان تجنب السيناريو الحربي لتطورات في هذه المنطقة طيب سيد أوكتاي بعض القارئين أو المراقبين للمشهد يجيرون ما يحدث الآن بمحاولة استثمار أردوغان ما يجري في سبيل تحقيق إنجازات على مستوى الانتخابات إلى أي مدى تجد أن ذلك ممكن وخاصة حين يتم الحديث عن نزع ورقة النازحين في مناطق الشمال من المعارضة سيد الكريم من الحقيقة أن هناك أزمة سورية تهدد المصالح التركية وكذلك هناك كثرة الوجود السوري في تركيا حوالي أربعة ملايون تزيد المشاكل السياسية والاجتماعية والأمنية وما إلى ذلك والحكومة مطالبة بحل هذه الأزمة استمرار الأزمة السورية تهدد المصالح التركية والمنطقة بأجمالها وكذلك وجود هذا العدد الكبير داخلت تركيا حيث تركيا استقبلتهم كهاربين وعطتهم فضل لاجي مؤقت حماية مؤقتة ولا بد يعني مؤقتة وليس الاستمرار إلى الأبد ولا بد حل هذه المشاكل وتقدم حلول ولذلك تحركت الحكومة إما ببناء المساكن لبعض اللاجئين في الداخل السوري في الشمال السوري إما بالعمليات العسكرية لإبعاد المجمعات المسلحة الارهابية الانفصالة يعني هذه المناطق إما تكثيف الجهود مع الجانب الروسي حيث هي صاحبة النفوذ الكبير على النظام لتحقيق المصالحة نحن نتحدث عن تكثيف الجهود لأجل تحقيق المصالحة والضغط على الجانبين على المعارضة والنظام للقبول المصالحة يعني هذه كل الجهود لأجل تخفيف آثار هذه الأزمة على المجتمع التركي وما إلى ذلك بكل تأكيد استمرار هذه الأزمة ستؤثر على أصوات الناخبين واضح سامحني أساد سيدروف إلى أي مدى يمكن الحديث عن تطبيع بين سوريا وتركيا خاصة أنه كان هناك رفض ربما من قبل أردوغان لمقابلة بشار الأسد نعم الآن بالفعل من الصعب التحقيق الحديث عن إمكانية تطبيع العلاقات بين النظام السوري وبين الرئيس أردوغان لأنه حتى إذا جارت مثلا مكالمة هاتفية فإنها لن تؤدي إلى نتائج تذكر بمعنى أن هناك اعتبارات يسترشد بها كل منهما بالنسبة للرئيس السوري أي تنازل أمام أردوغان سوف يعتبر وينظر عليه على أنه استسلام نفس الشيء بالنسبة لأردوغان استعراض القوة مع اقتراب الانتخابات في السنة القادمة أيضا أمر ضروري وهو يصاحب سلوك أردوغان في هذه المرحلة وبالتالي التطبيع في المستقبل القريب برأيه يكون أمرا يتعذر تحقيقه إذن من موسكو المحلل السياسي الروسي يفجيني سيدروف وأيضا كان معي من إسطنبول المحلل السياسي التركي أكتاعي يلمز شكرا جزيلا لكما تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها أيضا بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الحدث دوت نت للاطلاع على المزيد من الأخبار نشكر لكم طيب المتابعة هذه تحية دمتم في رعاية اللهوى في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة